اشتركوا في القناة برازيل الاتحادية الصديقة وبأهميتها على صعيد دعم وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين مؤكدا أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم التوقيع عليها خلال زيارة فخامة الرئيس البرازيلي لمملكة البحرين ستعزز التنسيق بين البلدين وتفتح المجال أمام تعاون أشمل في المجالات الاستثمارية والسياسية والثقافية وتنظيم الفعاليات المشتركة بعدها نوه المجلس بالكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى يده الله لدى استقباله كبار المشاركين في المنتدى السابع عشر للأمن الإقليمي حوار المنامة والتي أكدت التزام مملكة البحرين بالسلام والحوار الذي يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم منوها المجلس بالمشاركة الدولية الفاعلة في حوار المنامة ما يؤكد حرص المجتمع الدولي على إيجاد أفضل المسارات لتحقيق الأمن والاستقرار الذين يقودان لمزيد من التنمية والتقدم في المنطقة والعالم ثم رفع المجلس أصدق التهاني والتبركات إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بمناسبة نجاح مملكة البحرين في استضافة النسخة الثالثة من كأس البحرين الدولي للخيل منوها المجلس بالمشاركة الدولية الواسعة في السباق من الاستبلات العالمية والملاك ما يعكس المكانة المتقدمة لمملكة البحرين في سباقات الخيل مشيدا بالجهود التي بذلتها الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل برئاسة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة في إظهار هذا التجمع الرياضي الدولي بالصورة التي تعكس كفاءة مملكة البحرين في تنظيم البطولات العالمية بعد ذلك أكد المجلس الحرص على تنظيم المزيد من المعارض المتخصصة التي تعزز مساهمة صناعة المعارض والمؤتمرات في دعم أولويات وبرامج خطة التعافي الاقتصادي وذلك في معرض ترحيب المجلس بنجاح معرض الجواهر العربية 2021 الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما شهده من إقبال ومشاركة وحسن تنظيم وطلع المجلس في هذا الصدد على تقرير بشأن المعرض على صعيد التنظيم والمشاركة إلى ذلك أقر مجلس الوزراء الخامس والعشرين من شهر مارس من كل عام يوما للشباب البحريني تقديرا منه للدور الذي يطلع به الشباب البحريني في مسيرة التنمية والتطور حيث جاء ذلك في ضوء إطلاع المجلس على مبادرة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك المفدال الأعمال الإنسانية وشؤون الشباب التي تتعلق بتخصيص يوم لتكريم المبدعين والمتميزين من الشباب البحريني واستعراض ما حققوه من إنجازات تعكس روح الإصرار والتحدي بعدها كلف المجلس اللجنة الوزرية لشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بمتابعة المشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادية التي تفوق قيمتها 32 مليار دولار أمريكي وإطلاق فرص استثمارية جديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي والتي من بينها مدن جديدة ومناطق استثمارية وصناعية ومشاريع تتعلق بقطاعات البنية التحتية والسياحة والصناعة والتعليم والصحة والإسكان والشباب والرياضة ثم نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يلي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية بخصوص مذكرة تفاهم بين حكومة البحرين وحكومة جرسي بشأن التعاون في القطاع المالي والرقمي والثقافي وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التنسيق ودعم مبادرات التعاون الثنائي مذكرة اللجنة الوزرية لشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وزارة خارجية البحرين ووزارة خارجية جمهورية اليونان بشأن التشاور السياسي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الثنائي والدولي مذكرة معالي وزير الداخلية المتعلقة بالتحول الإلكتروني في الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية من خلال إضافة عدد من هذه الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية منها إصدار شهادة تخويل المركبة لعبور جسر الملك فهد والتحقق من صلاحيتها والغاء التخويل بالإضافة إلى عرض نموذج لرخصة السياقة وملكية المركبة بما لا يتطلب حمل رخصة القيادة وملكية المركبة رابعا مذكرة اللجنة الوزرية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مرفوع من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوع التالي مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن ما أنجزته هيئة الكهرباء والماء خلال فصل الصيف للعام 2021 والتي أظهرت نجاح قطاع الكهرباء والماء رغم تزايد استهلاك الطاقة وبالرغم من الظروف الاستثنائية في اتخاذ كافة الاستعدادات ما أدى إلى تجنب حدوث أي مشاكل فنية أو انقطاعات بسبب النقص في الطاقة المنتجة خلال الصيف الماضي وبينت المذكرة أنه سيتم الانتهاء من تركيب العددات الذكية للمواطنين في المسكن الأول والانتقال لنظام الفاتورة الجديدة في يناير 2022 بعدها أخذ المجلس بالتقارير الوزرية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن المشاركة في الدورة الحادية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وزيارة جمهورية تركيا والمشاركة بمعرض دبي الدولي للطيران 2021